وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة عليا لإحياء مصاري آل البيت وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها وتنفيذ ساحات حولها وحدائق ومتنزهات والحفاظ عليها من الزحف العشوائي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها عضو اللجنة وأكد الاجتماع اهتمام الوزارة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز دوره في مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بقدرات العاملين ومهاراتهم ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية بما يتسق ورؤية مصر 2030